الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى ورحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات ونستكمل ما سبق أن بدأناه في الحديث عن الإشارة إلى شيء من أهمية العقيدة وإلا فإن الحديث عن أهمية العقيدة يحتاج حقيقة إلى حديث طويل لا يمكن أن يحدد بدقائق معدودات وأهم ما يمكن أن يشار إليه في الحديث إلى أهمية العقيدة أنها ذكرنا فيما تقدم في أنها الأساس في قبول العمل الصالح ومن هذه الأهمية أنها الأصل في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام فما من رسول بعثه الله عز وجل في قومه إلا ودعاهم إلى التوحيد إلى العقيدة الصحيحة أول ما دعاهم إليه وكان هذا الاهتمام مجمعا عليه بين جميع الرسول كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالتوحيد والعقيدة الصحيحة هي دعوة جميع الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأهميتها لأن العقيدة هي التي تجيب على التساؤلات العظمى التي يجب أن تكون يقينية الجواب عليها يقيني عند الإنسان لماذا خلق؟ من الذي خلقه؟ ما هو الهدف من هذه الحياة؟ ما هو المصير؟ لا يمكن أن يجيب على هذه الأسئلة المهمة العظيمة إلا العقيدة الصحيحة من الذي خلقنا؟ هو الله سبحانه وتعالى عجابتنا العقيدة بذلك لماذا خلقنا؟ لو رأيت إنسانا يسير في الطريق فاستوقفته وسألته إلى أين أنت ذاهب؟ قال لا أدري من أين أنت قادم؟ قال لا أدري هذا يعني يوصم بأنه عنده خلل في الشغور في العقيدة أكثر الناس لا يعرفون لماذا وجدوا ولا إلى ما هو المصير ولا من أوجدهم العقيدة الصحيحة هي التي تبين وتجيب على هذه التساؤلات العظيمة التي لا يمكن أن يجاب عليها إجابة صحيحة إلا من هذه العقيدة فمن مكانة ومنزلة وأهمية العقيدة الإجابة على هذه التساؤلات الواردة على نفس كل إنسان في هذا الكون وفيه هذه من البشرية مما يدل على أهمية العقيدة ومنزلتها ومكانتها أنها ضرورية للإنسان أكثر من ضرورته للهواء والماء ولعلنا نتأمل في قول الله عز وجل في قوله ممتنا على عباده في إنزال هذا الوحي الذي به حياة الحياة الحقيقية للإنسان قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سماه الله تعالى القرآن الذي جاءنا بهذه العقيدة الصحيحة سماه الله روحا لماذا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه كما قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وسماه نورا لتوقف الهداية الحقيقية عليه ولذلك قال نهدي به من نشاء من عبادنا وسماه شفاءا لأنه دواء لا أسقام أسقام النفوس كلها لا شفاء لا بهذا القرآن وبهذه العقيدة الصحيحة التي يحملها هذا القرآن ما نره اليوم من البؤس والشقاء وانتشار الأمراض النفسية وغيرها لأن للخواء الروحي الذي يعيشونه ولعدم وجود المادة التي بها حياة الروح عندهم ألا وهي العقيدة من ما يدل على همية العقيدة ومكانتها بين العلوم أنها أفضل العبادات أفضل العبادات على الإطلاق والشاهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه وهذا رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح وفي الحديث الآخر أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله هذا الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري واسم كذلك لا 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 يدل على أهمية العقيدة أنه من أجله خلق الله الخلق ومن أجله أرسل الله الرسل كما تقدم ومن أجله وعجل هذه العقيدة أنزل الله الكتب ولنتعمل في قول الله عز وجل وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية من خلق المكلفين هو تحقيق العبودية والتوحيد لله عز وجل أرسل الرسل كما تقدم معنا ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاوت أنزل الكتب لتحقيق التوحيد والعقيدة كما في قول الله عز وجل في أوائد سورة هود الإفلام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله أي لألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير والآيات فيها المعنى كثيرة مما يدل على أهمية العقيدة أنه أن سعادة الدنيا والآخرة متوقفة على سلامة العقيدة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا هو الشرط فلا نحيي أنه حياة طيبة وتفسير كلمة حياة طيبة يصعب تقييدها بالأحرف الحياة طيبة بكل معاني طيبة وهذه الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى نساء الله العافية والسلامة فهذا يدل على مكانة ومنزلة العقيدة من مكانتها ومنزلتها وعظم شأنها أنها السبب في حصول الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم فاصل ونعود لاستكمال هذه النقطة بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تقول إحدى الأمهات لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر خمس سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقية والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها ومن المهم المبادرة بعلاج هذه المشكلة بصبر وحكمة قبل أن تتحول إلى عادة وسلوك ويكون ذلك من خلال التجاهل وعدم إبداء زعاج ملحوظ عند سماع كلمة نابية من الطفل لأول مرة حتى لا يكون لها أهمية لديه أو تأثير عدم استقبال الكلمة بابتسامة أو ضحك ونحوه عند سماعها كي لا يتشجع عليها فإنه سيتركها من تلقاء نفسه إظهار الرفض التام لهذا السلوك وذم هذا اللفظ علنا إذا تكرر مراقبة اللغة المتداولة في محيط الطفل مراقبة البرامج الإعلامية التي يتابعها مخاطبته باللغة التي ترغب في أن يخاطبك بها تطوير مهارة التفكير لديه وفتح باب الحوار معه تعويضه على الأسف والاعتذار كلما تلفظ بكلمة بذيئة إذا لم يستجب الطفل بعد مرات من التنبيه يعاقب بالحرمان من شيء يحبه مع تنبيهه إلى أن الكلمة البذيئة من وحي الشيطان وتذكيره دوما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء الحمد لله نرحب بالإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل ونستكمل نقاط أهمية العقيدة وقلنا أنها السبب في حصول الأمن والهداية في الدنيا والآخرة ويدل على ذلك قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشكلت على الصحابة رضي الله تعالى عليهم فقالوا يا رسول الله فأينا لم يظلم نفسه الإنسان مهما كانت عرضة لأن يقع في الظلم ولو لنفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذه الآية ذكر الله عز وجل بعد ماذا في قصتي وفيما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمن حقق الإيمان ولم يخالطه بشيء من الشرك صغيره أو كبيره جليه أو خفيه فله الأمن التام والهداية التامة الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة ولذلك فإنما نجده اليوم خلل في الأمن وكثرة الشرق والفساد والتقتيل وغير ذلك إنما هو بسبب ضعف هذا الإيمان وتحقيقه لأنه لو تحقق الإيمان لا تحقق وعد الله عز وجل وهو الأمن الشامل والتام من ما يدل على أهمية العقيدة والكلام فيها كثير أنها السبب في فتح البركات من السماء والأرض وفي هذا يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في مقابل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهذه عقوبة والعياذ بالله عقوبة على النسيان ما ذكروا به لكن الذين آمنوا واتقوا حققوا العقيدة الصحيحة يفتح الله عليهم بركات السماء من السماء والأرض وهذا أمر ملحوظ ويلمسه ويجده الإنسان في حياته هناك مما يدل على أهمية العقيدة ومنزلتها ومكانتها أن العقيدة وهذا من الأثار المجتمعية أن العقيدة الصحيحة هي سبب للتمكين في الأرض بالفتح والنصر في الدنيا ويدل على ذلك قول الله عز وجل وعد الله ووعد الله لا يخلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات هذا وعدهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى وهذه متعلقة بالنقطة السابقة ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بشيء متى حقق العبودية الحقة والتوحيد الخالص من غير شرك لا يشركون بشيء قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا شأنه كذلك نشير إشارة سريعة إلى أهمية العقيدة وثمرت العقيدة في الآخرة من ذلك أولا أن من حقق التوحيد الخالصة والعقيدة السليمة دخل الجنة حالا أو مآلا يعني مباشرة أو بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب على ما ارتكب من الكبائل ودليل على ذلك الآيات التي أشرنا إلى بعضها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وحديث عبادة من شاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأعمال وغير ذلك من النصوص في هذا المعنى كثيرة كذلك ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهو نافع له ولا يخلد أحد من أهل العقيدة مما ارتكب من كبائر لا يخلد في النار وكذلك من فضائله وأهميته ومنزلة العقيدة أنها تكفر الذنوب مهما بالغت إذا جاء الإنسان بعقيدة سليمة صافية خالية من شوائب الشرك غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما في حديثي يا ابن عدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ومن هذه الفضائل والمنازل والمكانات العظيمة أنه السبل الوحيد لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نسأل الله كريم فضله خالصا من قلبه ليس مجرد ترديد اللسان ولكن من قلب بعثه من قلب خادص مخلص لله سبحانه وتعالى فهو أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم منهم بقيت نقطة مهمة أرى أنها من الأهمية بمكان أو قبل هذه النقطة أشير إلى ما يدل على شيء من أهمية العقيدة وهو نختم به هذه الفقرة وهي حكم تعلم العقيدة ما هو حكم تعلم العقيدة الآن بدأنا في دروس في تعلم العقيدة الصحيحة فما حكم تعلم العقيدة نقول إن حكم تعلم العقيدة على نوعين فرض عين وهذا واجب وفرض على كل مسلم ومسلمة عاقل وهي معرفة ربه ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وبقية أركان الإيمان من حيث الجملة لأن هذه الأسئلة كلها سنسأل عنها في القبر من ربك ما دينك ما نبيك وهذا مما يعطينا أيضا على أهمية العقيدة ومكانتها ومنزلتها وضرورة تعلمها الذي لا يعرف العقيدة كما جاء في الحديث قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته الذي لم يقلها بقلب خالص بيقين جازم بمعرفة حقيقية بمعرفة ربه وأنه لا إله إلاه ومعرفة نبيه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه فإنه يخسر في أول امتحان أخروي وذلك هو الخسر المبين ولا ياذب الله فدل ذلك على أهمية العقيدة فمنها ما هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة وهي المعرفة الإجمالية بهذه الأصول معرفة الرب سبحانه وتعالى وما يليق به وما يتنزه عنه وتعظيمه في القلب والخوف منه ورجاءه وتوحيده سبحانه وتعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه ومعرفة حقه وقدره عليه الصلاة والسلام ومعرفة الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وهناك من هذا العلم ما هو على الفرض الكفائي وهو يعني فرضه على البعض دون الآخرين وهو معرفة تفصيلات مسائل هذه العقيدة هذه لا تجب على كل مسلم ومسلمة إنما يكفيه الإيمان المجمل بأركان هذا الإيمان من حيث العموم وأما تفصيل المسائل الدقيقة فهذه رسالة العلماء وواجبة على العلماء وليس يكلف بها كل مسلم فاصل ثم نعود بعد ذلك الاستكمال هذا الموضوع إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع أدعا بشرى دنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني كل إنسان له خصوصيته وأسراره وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة فانتوهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق فاختراق المواقع والمنتديات جريمة والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة ففي الحديث من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته والمسلم اللبيب يأخذ حذرة ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستاني الحمد لله أرحب بالإخوة والأخوات مرة أخرى ونختم حديثنا بالإشارة إلى شيء من ميزات العقيدة الصحيحة وخصائصها وهذه حينما نتكلم عن العقيدة الصحيحة نعني العقيدة المأخذة من الكتابة والسنة من المصدر الرباني والوحي الإلهي المعصوم ومعرفة هذه الخصائص وهذه الميزات مما يزيد إيمان العبد بهذه العقيدة ويثق بها ويثبت عليها تزيده إيمانا ويقينا وثباتا عليها تتميز العقيدة الإسلامية بميزات وخصائص كثيرة جدا لا يسعى الوقت للاستقصائها والاستكمالها كاملة لكن نشير إلى شيء من هذه الميزات أول هذه الميزات والسمات والخصائص هي أنها ربانية ربانية المصدر يعني من سوبه إلى الرب سبحانه وتعالى يعني من الله بمعنى الكلمة هذه العقيدة ليست من حثلات البشر من اجتهاداتهم من عقولهم من تصوراتهم من أذهانهم إنما هي من لدن عليم خبير وكفى بذلك ميزة وكفى بذلك مكانه ومنزله و لنتأمل في قول الله عز وجل يا أيها الناس والخطاب للناس كله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بماذا بالحق الله أكبر وهو هذه العقيدة وهذا الدين قد جاءكم الرسول بالحق من أين؟ من ربكم فهذا مصدرها فهذا الدين وهذه العقيدة مصدرها الله من عند الله الذي جاء بها الرسول جاء بماذا بالحق من ربكم ما هو الواجب علينا؟ قال فآمنوا ما هي ثمرة الإيمان؟ خيرا لكم ما هي ثمرة النكوس عن الإيمان؟ قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليم الحكيم هذه الآية عظيمة جدا لو تأملناها والخطاب للناس كافة جاءكم الرسول مرسلوا من عند الله جاءنا بماذا؟ بالحق من أين؟ من عند الله لأي غرض للإيمان به والتصديق والالتزام فآمنوا ما هي ثمرة ذلك؟ خيرا لكم ويدخلوا في هذه الخيرية ما لا يحصى من المهن وإذا كانت الأخرى والعياذ بالله وإن تكفروا فالله غني عننا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما كذلك يقول الله عز وجل يبين أن هذه العقيدة من سماتها وميزاتها أنها من عند الله أنها ربانية المصدر وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان العقيدة لكنه من عند الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فهذه هي قيمة هذه العقيدة ومنزلتها ومكانتها ويقول الله عز وجل مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك ويقول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه إن أتبع إلا ما يحى إلي فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبع لهذا الوحي لهذه العقيدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطاو لا تميلوا يمينا أو شمالا استقم لا على هواك وإنما كما أمرت ومن تاب معك فدل ذلك على ماذا على أن هذه العقيدة من أجل ميزاتها وخصائصها أنها ربانية المصدر أنها توقيفية موقوفة على الوحي المعصوم من الكتاب والسنة فلا مجال لاجتهادات البشر ولا لقياساتهم ولا لعقولهم ولا لأذواقهم ولا لمواجيدهم ولا لرؤاهم ولا لغير ذلك من الأمور إنما هي وحي معصوم وهذه أجل ميزة من ميزات هذه العقيدة يعطيها العصمة من التناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا البراءة من التحيز والهواء لأن كل مشرع وكل إنسان يعني لا بد أن يظهر تحيزه إلى قبيلته إلى بلده إلى بيئته إلى غير ذلك من الأمور هذه من لدن خبير حليم الخبير سبحانه وتعالى عصمتها من الخطأ والانحراف وهي أيضا ضمان لتوحيد كلمة المسلمين دين واحد كتاب واحد عقيدة واحدة مصدر واحد نبي واحد قبلة واحدة هي التي تجمع الأمة ولا يمكن أن تجتمع الأمة وأن تتوحد صفوفها إلا على التوحيد والعقيدة الصحيحة السلمة هذه أبرز هذه المعالم والميزات والخصائص كذلك هي عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن التعقيدات والغاز ليس فيها أشياء غامضة ولا جوانب محتكرة لفئة وطائفة من الناس إنما هي واضحة الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ويقول عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كان أهلها وفي رواية ليلها ونهارها سواء لا يزير عنها إلا هالك فهذه ميزات وسمات هذه العقيدة العظيمة التي شرفنا الله عز وجل بالانتساب إليها نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى المبات أيضا من هذه الخصائص والميزات أنها ثابتة لا تتغير ولا تتطور بتعاقب الأجيال فلا مجال فيها للزيادة والنقصان الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكمله يقول بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن يقول امتنى الله عز وجل على نبيه وعلى المؤمنين بأن أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وأتمه فلا ينقصه أبدا ورضيه فلا يسخطه أبدا وهذه من أجل نعم الله عز وجل هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وواقف بعرفة في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لم يبق بعدها عليه الصلاة والسلام إلا بضعا وثمانين ليلة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه ومي ونفسه صلى الله عليه وآله وسلم فهذه هذه الآية لما سمعها أحد أحبار يهود قال لو علينا معشر يهود أنزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدة لعظيم المنة على هذه الأمة أكمل لنا الدين فلا نحتاج إلى زيادة لا من هنا ولا من هناك لا من فلسفات ولا من اجتهادات ولا من قياسات ولا من أذواق أذواق فهي يعني واضحة وكاملة وتامة لا نقص فيها ولا ريب وثابتة لا تغير فيها لو نظرنا إلى الاجتهادات والعقائل البشرية نجد أنها تتطور وتتغير وتتبدل من جيل إلى جيل ومن حال إلى حال ومن بيئة إلى بيئة لكن هذه لكونها ربانية المصدر لكونها من لدن عليم خبير فهي ثابتة لا تغير فيها ولا يعني نقصة بأي صورة من الصور تحتاج إلى زيادة أيضا أنها قائمة على البراهين الساطعة والحجج الباهرة في كل مساء من مسائلها واضحة جلية ليس فيها غموظ ليس فيها التباس براهين كالشمس ساطعة قل فلله الحجة البالغة فلذلك هذا القرآن وأدلة العقيدة كلها أدلة واضحة صريحة بيّنة لا إشكال فيها ولا غموظة ولا التباس ولا يعني إشكالات تريد عليها أيضا من خصائصها ومن ميزاتها أنها مسائرة للفطرة ليست غريبة عن الفطرة عن الإنسان ولذلك يقول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهي فطرية توافق الفطرة تسير مع الفطرة كل الكون يسير في توحيد ربه وفي عبادة ربه سبحانه وتعالى ولكن من حرم العقيدة الصحيحة فهو مصادم لنفسه أولا ومصادم لهذا الكون بحذفه ولذلك يرد عليه من الأسئلة ومن الأمور المحاميرة التي تجعله يعيش حياة الحيرة والاضطراب والتخبط وعدم الطمانين آخرها أنها عقيدة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلوة ولا جفا وهذه القضية نقطة يعني مهمة جدة وكذلك جعلناكم أمة وسطة نختم بهذا هذه الميزة أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى